السلام عليكم من الاخبار يا رب دايما ان تكونوا بخير وحشتوني جدا بجد وبحبكم جدا وانا بعتذر جدا 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 ان انا بتاخر عليكم في عرض الفيديوهات والنهاردة عايز اروح عليكم كده بفيديو جديد بفكرة مشروع مفيش حد كتير اتكلم عنها يعني بس النهاردة ان شاء الله باذن الله انا جايبها لك بمعلومات بسيطة كده وبرده سايب لك رقم في صندوق الواصل لو عايز ان انت تتصل بيه وتأكد اكتر بالمعلومات اللي انا هقولها لك النهاردة المشروع ده بجد ممكن ان هو يدخل لك ارباح كبيرة جدا بالاخص ان هو مرغوب قوي وما حدش اشتغل فيه كتير وكل اللي بيشتغل فيه بجد بيه اواخ الطبع خاص واخد لنفسه مكانة كده جميلة جدا بالمنتجات اللي احنا هنشتغل فيها النهاردة مشروعنا النهاردة توزيع الاجهزة الطبية هتقول لي الاجهزة الطبية اللي هي زي ايه هقول لك زي جهاز ضغط الدم جهاز اياسي السكر الاطم العمليات اللي هي المقصات والمشارط والحاجات زي دي العكاز الكرسي المتحرك السماعات الطبية سماعات ضعف السمع او حاجات كتير جدا برضو هنتكلم عليها في المشروع بتاعنا النهاردة طيب المشروع ده يا صديقي محتاج ايه محتاج عربية بصندوق سيارة بصندوق عايز تأتجرها ماشي عايز ان انت تمتلكها ومش هتخسرك برضو ماشي محتاج ان انت يبقى عندك خط التحرك وتعرف الاماكن اللي بيتبيع الحاجات اللي زي دي الاجهزة الطبية فين وتبدأ ان انت تتعامل مع الشركات اللي حسب لك ركامها في صندوق الواصل وتبدأ ان انت تاخد منهم عرضة اسعار من كذا شركة وتوزع على العيادات والمراكز الطبية والمبرات والصيدليات الكبيرة اللي بيتبيع الاجهزة دي طيب هتحتاج هتحتاج العربية بس مش هتحتاج اكتر من كده ده طبعا ما تنساش ان انت ترخص المشروع بتاعك ان انت بتوزع الحاجات اللي هي الاجهزة اللي انا قلتلك عليها طيب بالنسبة للمنتجات يمكن ان انا سبق وقلتلك عليها اللي هي الجهاز كياس السكر جهاز كياس الضغط اطقوم العمليات بجميع انواعها وجميع الاشكالها طبعا اطقوم العمليات دي جميع المستشفيات والمستوصفات بتحتاجها بتحتاجها بشكل كبير جدا عندك العكازات طبعا العكازات طبعا غنية عن الزكر والتعريف اللي هي اشكال ومقاسات وحاجات حديثة طلعا بكشفات وطلعا بالشحنة كده وحاجات جميلة جدا عندك كراسي المتحركة بتاعة الناس اللي بتتحرك بكورسي متحرك ده طبعا هتشتغل فيه السماعات الطبية اللي هي بتاعة الاخوتنا ضعاف السمع عندك جراكن ادي طول انت كده هتشتغل في فئة تانية بس الفئة دي مرتبطة بالفئة الاولانية يعني انت الفئة الاولانية بقى كانت اجهزة طبية بس لا انت كده هتخش في طبعا في الادوات الطبية والمواد الكيميائية بتاعة المجال الطبي يعني جراكن الديتول جراكن الديتول الكبيرة اللي بتحتاجها المستشفيات والمبرات المستشفيات والمبرات ما بيشتروش الديتول بالازازة زي اي حد كده مستهلك لا دول بيشتروه بالجيركن الجيركن عشان بيستخدموا الحاجات دي بشكل كبير على مدار اليوم الاربطة واحزمة الضغط الروباط الضغط واحزمة الضغط بتاعة الرجبة وبتاعة الكوع وبتاعة الرقبة اللي بيستخدموها طبعا الناس اللي عندهم مشكلة في الفقرات في رقبتهم دي برضو حاجات بتترغب بشكل كبير والربح بتاعها عالي جدا موازين الاطفال والكبار الميزان الصغير اللي بيتباع الكتروني ده بيتباع برضو بيستورد وبيتوزع على الاماكن اللي انا سبق وقلتها لك الاعضاء الفايبر هتقول لي اعضاء الفايبر دي انت حتدخلني في قصة تانية لا لا صدقني يا صديقي دي حاجات برضو من ضمن الاجهزة الطبية اللي هي الكف والزراع والقدم والرقبة الحاجات دي كلها يعني الارباح بتاعتها عالية واللي بيشتغل فيها بيواخد نفسه كده في فئة من النادر ان اي حد بينفذ مشروع زي ده وصدقني لو دخلت فيه او قبل ما تخش في مشروع زي ده اعمل بحث عنه اكتر كمان من الفيديو اللي انا منزله لك واعرف الارباح بتاعته اكبر او اعرف الخبرة خد خبرة فيه اكتر كمان من اللي انا موفرها لك صدقني كل ما تبحث في مشروع زي ده كل ما هتلاقي مصادر وحتكتشف فيه اسرار تستهل بجد اللي انت تهتم بيه الكراسي الطبية سبق وقلتلكم عليها بس ممكن ان انت كنصيحة اخ يعني عايز ان انت تبدأ في مشروع الاجهزة الطبية اشتغل في الحاجات اللي هي الاجهزة بس زي اجهزة اياس السكر واياس الضغط وسماعات ضعف السمع والاربطة في ضغط بتاعت بتاعت الكسور وبتاعت المزق الحاجات دي حتشتغل فيها بعد كده اورا هتلاقى نفسك انت بتشتغل في الحاجات التانية وبتحض الحاجات التانية و بتبدأ ان انت تعرضها في الاسواق او حتى لو انت ما عندكش خبرة فيها هتلاقي الماكن اللي بتاخد منك المنتجات دي هي اللي بتطلب منك المنتجات التانية وزي ما انا قلت ياling ان لوازم المشروع بسيطة جدا وسهلة بتتشجعك ان انت تجيب المنتجات دي وتوزقها لانك باختصار بتجيبها بسيارة طبعا هتقول لي لازم سيارة بصندوق هقولك لا ما يشتريتش السيارة بصندوق دي عشان انت هتجيب عبكزات وكرسي متحركة وجارك اندي طول وحتجيب اعضاء بشرية فايبر لا انت ممكن ان انت النهاردة تشتغل بعربية ملاكي او عربية سوزوكي لانك انت هتشتغل في اجهزة اللي هي الاجهزة الصغيرة زي ما سابق قلت لك احنا هنبدأ بحاجة بسيطة عشان نبدأ بعد كده الدنيا تكبر معنا اشتغل برضو من ضمن الاجهزة في اطمم العمليات اللي هي المقصات بيتباعوا كده طاقم في جريب انت هتشتغل في الاطم دي وتبدأ ان انت توزعها برضو على الاماكن اللي انا قلت لك عليها على الصيدليات الكبيرة والمراكز الطبية والمبرات والمستشفيات الخاصة والمستشفيات العامة وعلى العيادات بتاعة الدكاترة بكل انواعها طيب بالنسبة للتكلفة والارباح بتاعة المشروع سيدوك المعارب انتبوس معرفة احتياج السوق لبيع الكثير يعني انت هتعرف السوق محتاج ايه وتبدأ ان انت تعرضه على الاسواق عندك الاجهزة الطبية ارباحها بمعرفتي المبدئية 60% يعني 60% من سعر الربح الاجهزة الطبية اللي هي الصغيرة بيبقى ده الربح بتاعك الكراسي ارباحها 40% الاعضاء اللي هي الكفة او القدم او الزراع ارباحه بتبقى 30% عشان ده اصلا بيجي مستورد وبيبقى سعره اصلا غالي على المستورد وعلى الموزع اطعم العمليات اللي هي ارباحها عالية جدا هي والاجهزة الطبية اطعم العمليات ارباحها 50% ده طبعا حاجات كلها تقريبية انا مش عايز اجيبلكم اسعار بالزبط عشان على حسب انت بتتفرج على الفيديو ده فانه وقت او فانه مثلا ميقاط انا مؤقل الارباح اللي انا كلمتك فيها دي بتبقى ارباح تقريبية بس انت لما تتعمق في المشروع وتبدأ ان انت تتودك فيه اكبر بتبدأ ان انت تجني فيه كمان معلومات وخبرة اكبر من اللي انا موفرها لك في الفيديو اتمنى يكون الفيديو بتاعي افادكم وان شاء الله باذن الله انا ازل لكم كل ما هو جديد من مشروعات سهلة ووسيطة وتنمي كده من مستوى شبابنا الاقتصادي لو عجبك الفيديو ما تنساش تعملي لايك وشير وان شاء الله باذن الله اشوفك في حلقة جديدة تسلم لي الصديقي مع السلام تسلم تسلم توقف Cheryl شكرا للمشاهدة